اشتركوا في القناة ديسمبر الماضي وأكد الجهاز الوطني للإيرادات أن البرنامج سيتابع أنشطته ويتم التوسع فيه لأشمل معظم القطاعات الحيوية في المملكة وذلك للإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات المرتبطة بالقيمة المضافة بما يكفل تحقيق التطبيق السليم لها خلال المرحلة الأولية لتجشينها وخلال الورشة تم إطلاع 59 ممثلا عن 38 شركة بيع بالتجزئة والجملة على التجربة الافتراضية التي يوفرها مركز العرض والتي تعتمد على أساليب تعلم مبتكرة تسهم في زيادة المعرفة لمساعدتهم في تحقيق التطبيق السليم للقيمة المضافة وتقديم كافة المعلومات التي تسهم في تحقيق أقصى درجات الكفاءة والفاعلية ونوه الجهاز الوطني للإيرادات بمدى أهمية تضافر جهود كافة الأطراف المعنية لإنجاح المرحلة التجربية لانطلاق القيمة المضافة وزيادة وعي وإلمام الشركات المسجلة لأغراض القيمة المضافة في الجوانب الفنية والإجرائية ترجمة نانسي قنقر